موسيقى طيب الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواجساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ديالة تنزف من جديد هجوم داعش والميليشيات في هذا التوقيت يطرح الكثير من التساؤلات مثلا أين هي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من مراقبة تحركات داعش بل أينها وقت هجومه على قرية الرشاد في ديالة وأين هذه الأجهزة الحكومية التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من هجوم الميليشيات على قرية نهر الإمام القريبة من قرية الرشاد التي هاجمها داعش ولماذا أيضا لم تتدخل هذه الأجهزة من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها من الصنوف والتسميات لوقف هجوم الميليشيات فلا هي أوقفت هجوم داعش على قرية الرشاد ولا هي أوقفت هجوم الميليشيات على قرية نهر الإمام هل يؤقل أنها تقف متفرجة من سيل دماء العراقيين فداعش تقتل والميليشيات ترد بالقتل والتخريب وهي غائبة لا محل لها من العراب كيف لميليشيات منظوية تحت هيئة الحجد ويفترض أنها تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء تقتل مدنيين ردا على هجوم داعش فهل يستطيع القائد العام محاسبة من هم تحت إمرته أم أنها ستمر بلجان التحقيق التي لا تسمن ولا تغني من جوع نتحدث في هذه الحلقة حول الهجمات التي طالت المدنيين في ديالة على يد داعش وعلى يد الميليشيات وعنوان الحلقة أين القوات الحكومية من قتل المدنيين على يد داعش والميليشيات في ديالة حيث قال مرصد أفاد الحقوقي اليوم الأربعاء إن ميليشيات نافذة في محافظة ديالة شرقي البلاد اقتحمت قرية تعرف باسم نهر الإمام ونفذت عمليات أعدام ميدانية طالت أحد عشر مدنيا بينهم سيدتان كما أحرقت مستوصفا صحيا ومسجدا وعدة منازل وذلك ضمن هجوم انتقامي عقب اعتداء نفذه المسلح تنظيم داعش على قرية الرشاد يوم أمس الثلاثاء وخلف نحو ثلاثين قتيلا وجريحا في محاولات لإشعال فتنة طائفية في ديالة قال عراقيون وبعد الساعات قليلة على هجوم قرية الرشاد والذي راح ضحيته وعرد من المدنيين شنت الميليشيات هجوما على قرية نهر الإمام المجاورة للقرية الأولى حيث أحرقت كما أوردنا قبل قليل العديد من المنازل وتم الاعتداء على السكان دون تدخل أي جهة حكومية لإنقاذ القرية من هذا الهجوم أو ذاك الهجوم طبعا الموضوع حساس جدا في هذا التوقيت الخطير بعد الانتخابات يعني هل يعقل بأنه داعش يدخل إلى قرية الرشاد ويقتل ويصيب الناس ويطلع والقوات الحكومية متزم واحد منهم وهل يعقل بأنه الحل أن تقوم ميليشيات وبعض أفراد الناس كما قالوا بالهجوم على قرية أخرى لأبعاد طائفية وقتل الناس بيها وحرق مسجد وحرق مستوصف وحرق بيوت هل يعقل هذا الشيء في هذا التوقيت؟ يعني طبعا نحن نشاهد في كل موقف سياسي نشاهد هناك عمل إرهابي يستهدف العراقيين هل هو موضوع يعني الكثير من العراقيين على منصر التواصل الاجتماعي في الحديث بينهم يؤكدون بأن هذه الأعمال مدبرة من قبل الأحزاب السياسية من قبل الميليشيات لخلط الأوراق وللأسف الضحية من هذا الجانب أو تلك القرية أو هذه المحافظة هم من المدنيين وتطلع الأصوات تطلع الأصوات زعماء الميليشيات تطلع في هذا الوقت للتبرير وللحديث وللكلام بأنه شوفوا شنو اللي صار ومثل ما احنا قلنا أنه عنوان الحلقة وبأنه هي القوات الحكومية والحكومة وبأمرة القائد العام لقوات المسلحة هي من تتحمل حماية أمن وسلامة المواطن العراقي كان من كان مذهبه أو دينه أو خلفيته الفكرية أو الدينية وين كانوا يعني محافظة ديالة بيها جيش واستخبارات ومكافحة إرهاب وبيها حشد وما شاء الله ميليشيا بدر مسيطرة على الوضعية هناك صار الهسنين يفوت داعش يقتل الناس ويطلع والحلمة الجماعة يدخلون على قرية أخرى يذبحون الناس بها ويحرقون المسجد وين هذه القوات الأمنية وين هذه القوات الحكومية عن كل ما حدث معنا عبد الرزاق من بابل أخي عبد الرزاق أهلا بك كيف ترى وعليكم السلام ورحمة الله كيف ترى هجوم داعش والميليشيات اللي حصل البارحة بالليل في محافظة ديالة دكتور عزيك نعزي جميع وعزي نفسي وعزيك هذه الخناة الرافدين وعزي كل عرافة شريف بهذا المصاب الأليم اللي راحت بيه كوكبة من العراقيين بدم بارد للأسف بهذا المصاب نحمل القائد العام القوات المسلحة والقوات الأمنية وكل القطاعات العسكرية اللي موجودة بذاك المكان والمسؤولة على حماية المنطقة نحملهم كل المسؤولية دكتور يعني مع كل الأسف أنا من الجيش والقطاعات الأمنية تدخل بالانتخابات صراحة غسرت إيدي وقلت بأنه الشعب العراقي على الهاوية وراح ما يستقر وراح يعني سك الدماء ونزيف الدم يستمر لأنه مثل ما تعرف يا دكتور الجيش فوق الميول والاتجاهات نعم لكنه هذه الحكومات جعلت من الجيش متحذب ويعني صراحة يعني يقلمنا يعني يوم بعد يوم يعني نفقد أعزاء تفجع قلوبنا وتدمعيوننا الفقدان هالأعزاء علينا بسبب الصراعات والنزاعات بين الأحزاب والسياسين الخوانة صراحة يا دكتور عليما على المناصب والمكاسب والانتيازات والحمايات نعم غير مهتمين وغير آبهين بأرواح الأبرياء من المواطنين هذا كل يا دكتور يجعلون من المواطنين الأبرياء لقمة ساغة للرهاب والقتل لأجل غايات غير نبيلة وغير شريفة وهو وجودهم بالحكم وهذه النزاعات والصراعات كلها على موت وجودهم ويبقون بالحكم وهذا اللي يكون ضحيته الشعب العراق وهذا اللي جاي نشوفه يعني يومية صراحة جاي يعدون المذهبية والطائفية لأجل استمرارهم بالحكم لكنه اليوم الشعب العراقي واعي وهذه اللاعيب الخبيثة اللي جاي سوها بعد ما تنطري ولا تمشع العراقيين زين دور القوات الحكومية يعني نعم طرحنا في بداية الحلقة بعض التساؤلات وكان يعني العنوان الرئيس الحلقة عن وين القوات الحكومية من قتل المدنيين على يد داعش والميليشيات في ديالة يعني فاتت داعش إلى قرية الرشاد قتلت طلعت فاتت فاتت الميليشيات وراها على قرية اسمها نهر الإمام قتلت ناس وحرقت مسجد ومستوصف وبيوت مع كل لصف وين هاي القوات الحكومية يعني حقيقة يعني إذا اليوم أي إنسان طفل تجيبه يقول لك هذا إذن الأمر مدبر لإشعال الفتنة طائفية طبعا العراقين بعد ما تفوت عليهم هاي الأفلام ما تفوت عليهم نعم وين هاي القوات وين هاي القوات دكتور دكتور نعم عندما تنباع المناصب مع الأرقادة العسكريين وبالأخص الجيش فأقرأ على الجيش السلام وأقرأ على المجتمع أيضا السلام لأنه لما القائد يكون سلعة رخيصة بيد الأعزاب فأنت بعد من هذا وقيس بأنه ماكو ناس تحميك إحنا كنا نفتخر بأنه وجود الجيش هو أمان للعراقيين لكنه اليوم للأسف الشديد القادة جاء يتعاركون على المناصب وتنباع المناصب فهذا إذا بيعوا يشتري بالمنصب فمو يعني شلو ذا راح تبريه بأنه هو اللي يسبح للأرهابين بالدخول فممكن يعني أغروا بالفلوس وهذه ودخلهم فإنت من تنباع المناصب وبالأخص يعني الجيش يا دكتور فوق المولو والتجاهات يدخل بالانتخابات وهذه النتيجة مرت فإحنا نحمل الكاظمي ونحمل القوات الأمنية كل قبر الدم سفكة البارحة اللي صارت واللي صراحة انفجعت قلوبنا يعني صراحة الألم يعني يوم بعد يوم يزداد وجود هذه الطبقة الفاسدة من الأحزاب والسياسيين وإحنا البارحة استذكرنا ثورة تشرين وصراحة يعني فرحانين بالثوار وهذه لكنه اليوم فيجعونا بهذه المصاب اللي راحت بيسلة من العراقين الشرفاء الأبرياء بسبب هذه الطبقة السياسية اللي جاي تحكم العراق واللي جاي تدمر العراق وتخرب العراق نسأل الله العلي العظيم أن يحكم العراق والعراقيين ويخلصنا من هذه الطبقة وأن يشافي الجرحة وأن يبعد الفتن عن جميع العراقيين طبعا المركز العراق لتوثيق جرائم الحرب يعني أشار في بيان له بأنه بحسب شهود عيان وأهل الضحايا فإن أهالي قرية الإمام استنجدوا بالجيش والأجهزة الأمنية لحمايتهم ومنع هذه الانتهاكات إلا أن الأجهزة الأمنية لم تستجب لأهالي القرية وتركتهم فريسة للميليشيات وسبقت هذه الجريمة جريمة أخرى قتل فيها أكثر من عشرة مدنيين وأصيب آخرين من عشيرة بني تميم في قرية الرشاد عندما هاجم تنظيم داعش هذه القرية معنا أتصال أبو علي من لندن تفضل أبو علي أبو علي هجوم يصير على قرية من داعش يطلع داعش ما يلزم به ولا واحد تفوت الميليشيات على قرية مجاورة إلها يقتلون مدنيين ويحرقون مسجد ومستوصف وبيوت شنو تفسيرك للموضوع يا الله السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله أول شيء الله يرحم لحداء اليوم آمين قرية نهر الإمام نعم حبيبي وقرية الرشاد نعم نهر الإمام هو هذا نفسه نهر اليوم اللي صار بالحازز يوم ماكو حكومة بالأخي بدر 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 والأصائب لازمين كل هبيد دياله كل هب هم لازمين دياله بدر والأصائب زي هاي مسرحية داعش انسوها يا عالم ماكو شيء اسمه داعش هم دول الميليشيات من يختلفون بيناتهم اصابات واحد يكتر الله بني ثمين العامري القيس الخزعاني كلهم دول بيناتهم يعني اللي صار هم بيناتهم على مود سقطوا بالانتخابات زي وتكاتلوا بيناتهم على مود الأموال وعلى مود النفوذ والسلطة وما سلطة ماكو شيء اسمه داعش اخي ماكو شيء اسمه داعش طارية بالنسبة للمقدادية وديالة كاملة تنجر قوة مثل جرف الصخر الآن جرف الصخر كلها ميليشيات ايرانية حتى الحوثيين موجودين بجرف الصخر جماعة علي علي سلمان الارهابي البحريني بجرف الصخر الحرس اللي ثوري الايران بجرف الصخر ماكو شيء اسمه داعش عمني داعش انتهى وراح مسرحية داعش بعد ما تنطلع العراقيين يا جماعة زيان وين الحكومة وين القوات الامنية الاستخبارات ماكو حكومة الجيش الشرطة من هذه الجرائم الانسانية اخي اتصور شيخ مصطف ها نعم هذا اللي هو اللي يتحكم بالمقدادية يقول له هادي العامري اتصور يقول له ات ليش ما تمحي هاي القرية يا اخي قرية نهر الامام امحيها يعني اتصور وينكو حكومة اخي ماكو حكومة اصابات العامري اصابات الخزعلي هم لازمين يعني هم بيدهم انت مصطفى الكاظمي ماكو جيش اخي استلوا اكو جيش بالعراق يسوي القلاب عسكر ويا هاي اللصوص ويا العصابات كلهم عصابات ببيناتهم من يختلفون واحد يضرب الله بني تميم هو اكو شم واحد ببيت بين بني تميم وشم واحد ويا جماعة هذه العامري والخزعلي اختلفهم بفلوش بمليارات بملايين الدولارات يسووا هاي المترحية وراحت بيها الضحايا هاي الضحايا المساكين يسأل الله ان يحفظ العراق والعراقين ابو علي اشكرك ابو علي من لندن خلونا نشوف مقطع ما تكلم به احد الشيخ بني تميم الشيخ مصطفى التميمي لهذه العامري نشوف المقطع ونرجع لكم شكرا لكم كانت موعدات موعدات اثناء هاي مو اول موعد هاي تمت موعد وعودات اثناء انا سوي هيت وانا سوي في كل شماع ثانيا اليوم 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 استشهاد على الفلس هاليوم اليوم استشهاد علي 27 youtube الي سويتو وانا اخضر شنهو هيدويني السخبارات هيدويني العمل هيدويني الدنيا اذي هاي قرية عصت علي حكومة ودولة امريكا ما قدرت له دولة عصر تعالى دولة. لا والله حمل كل المسؤوليتكم. وبلا خصر احزاب لكم. بلا خصر يجبتو لنا بلوة. انتم احزاب. او قلن لكم هذرا. والله ما وقفت. والله مساكل هنا. قلها بالنا. هاي اللي قلنا. ما وقفت. ولا اجيب حضر الشارع من الدولة. ولا اجيب حضر الشارع من خلالك. هذرا. انت ساعدت لد ونا. الرج Gardens Vidur Machine. الخلالك. من قل cells. نعم شوفنا المقطع وكيف انه آآ آآ هذا العامري قال احنا اللي حمينا والشيخ المصطف قالها بصريح العبارة قاله والله انت ما حميت ولا سويت شي طبعا يطرح تسأل انه هذا العامري بعد وقوع المصيبة وبعد مقتل المدنيين في قرية الرشاد وفي قرية نهر الامام حضر هو وحمايته وسياراته وين كانوا من وقع الحادث وهم مسيطرين على محافظة ديالة معنا تصال علي من النجف علي اليوم صارت مجزرتيا في ديالة في الرشاد وفي نهر الامام وين القوات الامنية من هذه الهجمات ان كان من داعش او من الميليشيات ميليشيات ميليشيات جوان هذه بل هي هذه لا تقل عن داعش هذه ميليشيات هدفها قتل الأبرياء عقل منازله محسن حتى فيما حدث في قرية نهر الامام دليلا على هؤلاء التكفيريين المنافقين على هؤلاء منازل حجز الشعبي وقادته المسلمين في صدق وميليشيات التابعة للسيارة الصدق منازل حجز الشعبي انهم ميليشيات منافقة منافقة ارتكبا جاء وميليشيات منافقة منافقة ومنافقة ومنافقة يقول القوات الحكومية لا اعتذر منك علي والله الصوت الصوت يقطع ياريت ترجع تلتصل بنا معنا تلتصل أبو عراق من الفلوجة أبو عراق أين هي القوات الحكومية مما حدث اليوم في ديالة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله أنا وسهلا بك أولا نعجل أنفسنا نعجل العالم الإسلامي على المصاب هذا يا أخي أنت منتسل تقول أين الحكومة هي أين الحكومة عمي يا حكومة أنت جاءت عشي عنها الحكومة الحكومة أجم أجم ولا الحراق هذا يا أخي العديد الله يخليك ولو شوية راح عقبتك بالحجي مالي يا أخي والله العيب الشعب ما كانت عاد ما كانت عاد إشي إلى متى نصبر القد يعني بعد نصبر وفي منطعة السنة صارلنا صابرين 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 كافي عمي أخرى ثانية أكو مثل مصري يقول يكتل الكثير ويبشي بيش ناسته عندها هذه العامل يبخذين تجي هي البلاية مني أنا راح أسأل سؤال وأريد أي واحد يجاوب نحن خليل يذكروه من لشان يحذب بالعسرة العراقيين بإيران خليل يذكروه خاصة المواليد القديمة من لشان ما هو ما نفسه هو هذا كان يحذب بالعسرة أنا هسا جايلي تحذيني اليوم ياش وين كنت انت وين كنت عمي الاستهداف هذا الله وكيلك هي الحكومة أجعلين به ومبينين بياناتهم ومقسوين المناطق عمي طاف عبالك ترى ديالة اليوم متأذية لا ديالة صار لها سنين ترى بدأت التحجير انت تذوي شمحة إلى يومية تطلع من ديالة عندك معلومة الشجائة هاجر عمي الحكومة يعني صارت نزوح من قرية نهر الإمام ومن بعض مناطق ديالة أنا أشكرك أبو عراق من النجف كان معنا خلونا نشوف صور انتشرت قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعي نشوفها ونحن نتكلم صور لأهالي من قرية الإمام أهالي إذا جاهز نشوفها مع بعض نعم هذه هي الصور راحوا إلى المقدادية راحوا بعضهم راحوا إلى بعقوبة استقبلوهم الأهالي ذولا نسحهم من مناطق منها مثل ما أشرنا قرية الإمام وكذلك مناطق أخرى خوفا من هجوم آخر أو هجمات أخرى على يد الميليشيات أو على يد داعش يعني شي نعم هذه هي الصور ربما الموضوع يعني غير غريب على وضع العراق الأمني ولكن نرى في كل فترة تحدث مصيبة يعني ما ما أقول قوات أمنية وجيش وشرطة يصرف عليهم مليارات الدولارات ما يقدرون يوكفون بطريقة مهنية بطريقة وطنية بطريقة سلسة بعيدا عن يعني اليوم الجيش يدعو هذه المناطق والقرى إلى الخروج لتنظيفها من داعش يعني شنون شون شون يصير يعني لا المنطق يقبلها ولا الطفل يقبلها ولا أي شخص يقبل هذا شون أنت تطلع ناس والله حتى تنظفها من داعش زيان أنت ما شفتها الداعش بحسب المركز العراقي قال قبل أيام تم رفع حواجز وكاميرات من هذه المناطق وهذا يطرح الكثير من التساؤلات أنه الأمر مدبر بحسب ما قاله عراقيون ومراقبون حول هذا الموضوع شون ترفع حواجز وكاميرات قبل أيام بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب حتى يطلعون الجماعة طبعا نطلع رئيس الجمهورية برهام صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونفس البيان والتنديد والنتيجة على الأرض أقوى شيء لجان تحقيق نعم معنا اتصال صباح من بغداد صباح يعني الدم العراقي أصبح رخيص أو هو رخيص عند هذه الأحزاب مع الأسف يعني اليوم على الأقل على الأقل أنه داعش استطاع أن يخترق هذه القرية قرية الرشاد بس ما معقول أن هذه القرية ما بها ولا عنصر أمني يستطيع صد هذا الهجوم ووقف دماء الأبرياء لا قوات أمنية ولا الحشد يعني الميليشيات اللي موجودة هناك اللي مسيطرة على المحافظة صدت هذا الهجوم الجماعة بدل ما يكحلوها عموها راحوا على ناس أبرياء وكتلوهم وبيهم نسوان وحرقوا مسجد ومستوصف يعني هو هذا الحل شو تفسر الموضوع السلام عليكم دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للدم العراق اللي ذي سأل واحد هو سواء القرى اللي سموها بتسميات طائفية ونصرية شيعة وسنة لكن احنا على الملف الأمني الممسوك بالديالة واحنا نعرق كل زمام الأمور للملف الأمني مو بيديت شرطة والجيش فقط أو جهاز مكافحة الأرهات الذول هم المفروض كحكوميا هم المسؤولين الأول والأخير على الملف الأمني وعلى كل جريمة الصير جريمة قتل بحق أي عراقي ساكن ديالة اللي مسيطر هي الميليشيات الموجودة هناك بدر والعصائب اللي هم فارضين سيطرتهم وتم تهجير القرى القرى عديدة صارت أكثر من 13 سنة يهجرون بيها فهي مو جديدة على هذا العامري وأبو ممثل الأمن الوطني من يروحون ويزورون بعد حصول الجريمة في سبيل أحنا نفسرها يريدون كسب لهم لأن صار ضغط كلش قوي من الشارع العراقي وثورة تشرين أن الميليشيات هي حشد وأن الطرف الثالث هم الطرف الثالث اللي قتلهم أكثر من ألف شهيد بثورة تشرين فصار ضغط عليهم وحترقت كل أوراقهم ما بقى تعدهم يعني الحشد منظمة رهابية عد كل العراقيين وعد حتى أخوتنا في جنوب العراق اللي ثارم على الحكومة وعالفساد الحكومي عرفهم أن الطرف الثالث هم نفسهم حشد فحاليا من احترقت أوراقهم وبالذات بالانتخابات المزورة الحالية خسرهم مقاعد خسرهم شعبية خسرهم جماهيرهم لأن عرفناهم أنهم كلهم لصوصوا حرامية فالشي يساوون يساوون هيت جرائم طائفية في سبيل يقول لك الحشد احنا بعدنا لحد الآن محتاجين في سبيل يدافع العرض والأرض وهم نفسهم لا يمتلكون لا أرض والعرض يعني هم نفسهم المجرمين يعني احنا شوف الإعلام الحكومي اصطلت على قرية الرشاد والله يرحم كل الشهداء لقرية الرشاد وترك قرية الإمام وترك قرية الهواشة وترك قرية المهدية وترك حاليا هسا حاليا التهجير اللي جاي يصير بالعوائل أكثر من خمسة وثلاثين عائلة هجروها خاتير حاليا وما دالوا شان فتت داعش وشان مفذت وطلعات لا نجرح واحد لا تم القاء القبض على واحد شنو دولة يعني جايين الفضاء نحن نشوف الإعلام الحكومي مسيس لقبل الميليشيات اللي يتوجهون على قرية الرشاد ويتركون القرى اللي صار بعد ردة الفعل مع الميليشيات منو يتجرأ يطوب على القرية نهر الإمام وغيرها غير الميليشيات في سبيل يريد يسيرون الفتنة لأنهم عايشين على الفتنة عايشين على دماء العراقيين فإذا يستقر الوضع والملف الأمني سليم في كل المحافظات ما يضل دور لا للميليشيات ولا غيرها ولا الولائيين ولا حتى الأحزاب هاي قولك الوضع مستقر لكن هم معتاشين على هذا القتل وعلى هاي الطائفية والعنصرية زيني الاخر صباح من برد أرجع لك يا ريد تبقى وياي معنا أبو علي من كربلاء أبو علي أين هي القوات الأمنية مما حصل اليوم في محافظة ديالة العفو علي من كربلاء من النجف فضل تسمعني علي من النجف منقطع الاتصال نعم أعود إليك يا أخي صباح دكتور أمر نفسك سأل نفسك سأل يعني الجماعة احنا اكو نقطة يعني اليوم العراقيين يتحدثون به على منصات التواصل الاجتماعي يقول لك الميليشيات خسرت كثير من المقاعد خسرت في هذه الانتخابات والجماعة طالعين تظاهرات هم بحسب ما يتكلمون به ويقولون هل من المعقول بأنه هذه الحادثة غير متصلة بهذه الحادثة لخلط الأوراق لخلط الأوراق للعب مرة ثانية على الوتر الطائفي لتجديد الولاء بحسب ما أنه يظنون بأنه العراقيين بعدهم بعض العراقيين بعدهم متشلبين بيهم أنت كمواطن عراقي من بغداد شون يشوف الوضع بيربط معقولة بيربط بالأب تأكيد بيربط شنون من يضعفون القوات الأمنية من اتحادية وجهاز مكافسة الأرهاب ووزارة الدفاع في ديالة يضعفوها ويسلمون زمام الأمور إلى الميليشيات الولائية الموجودة في ديالة يعني هذا يدل على أن يريدون البطل البطل القومي هو الحشب في سبيل هذا كل هذه القروقات اللي صارت حاليا مفتعلة ليش في سبيل يقول لك هذا الجيش والاتحادية ما لهم دور ما لهم سلطة وحقيقة هي لأن هم أما مشتركين أما ما موجود جيشه واتحادية موجود بسمي ميليشيات فيريدون أن هذا العامري يذهب إلى المقداد يريد يصدر المشهد يريد يقول لك أنا رح أنتقم لكم حتى الشيخ اللي 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 حتش بالموضوع حتش موضوع يقول لك أنت أكثر من مرة وعادتنا بهذه القرية وما قدرت عليها يعني كلها طائفية الموضوع فهذه العامري وأمثال هذه العامري هاي المواقف اللي صارت الاقتتالي الموجود من أرهاب داعش أو الميليشيات كلهم بوجه واحد فيريد يبرزون للساحة بعض أكثر يقول لك أحنا ما أنه بديل الحشد والميليشيات ما لها بديل الجيش والاتحادية ما لهم دور يعني يعني معقولة أنه ما يتحرك ولا جهاز من أجهزة الدولة إن كان في الداخلية أو في الدفاع أو كان جهاز مكافحة الإرهاب إن كان في قرية الرشاد أو قرية نهر الإمام معقولة يعني أستاذ أستاذ عمر صدقني والله العظيم يعني شنو قال العام قوات المسلحة قالهم لا تتحركون له شلون وزارة الدفاع أحنا نعرفها مخترقة والشرطة الاتحادية مخترقة من قبل الميليشيات والدليل ما لهم دور المفروض هذه الأمور اللي صير الخروقات اللي صير على قرية الرشاد وعلى قرية نهر الإمام المفروض الجيش إلى دور وين الجيش أنتوا سيطرات وما حد يقدر يطب وما حد يقدر يشيل الإسلاح وما حد كذا وينكم وين الاتحادية وسيطراتها وين جهاز مكافأة الأرهاب وين أفواج الطوارع الموجودة وينها وينها عن هذه المجاميع الأرهابية سواء كانت لداعش أو كانت للميليشيات الولائية القوات الأمنية التي تستلمون رواتب ومسدسات وباجات وقطع عراضي وسيارات تصعدون ما تقدرون تحمون تحمون العوائل الموجودة في ديالة إذن الموضوع يريد يضعفون هذه الأجهزة الأمنية الحكومية في سبيلهم يصدرون سلطتهم وهم فوق القانون وهم المقاومة وهم لا ما لهم بديل هو هذا المريود من الحشب اللي يحترك في المترجم أشكرك أخي الصباح من بغداد كان معنا علي من النجف يعود الاتصال علي تسمعني والله أجف هو والديك علي وين القوات الحكومية من هذه الهجمات داعش هجم على قرية الرشاد وكتال ناس مدنيين وطلع كل شي ما صار بي بعدين الميليشيات راحت على قرية الإمام وقتلت ناس هم مدنيين شون نفسر الموضوع وين القوات الحكومية وين الحكومة وين الدنيا أخويا بعد روحي هذه الحكومة هي لا تسمى حكومة هذه مهزلة الله ودعتك مهزلة هذه ما قادر أن تحمي شبر واحدا بالعراقين لا في الشمال لا في في الوسط لا في الجنوب مجرد هذه مدحة الله وكلك مدحة جهل ألا كل هذه القوات القدعية الفاسدة لا تقل عن ميليشيات الحجر الشعبي والميليشيات التابعة للصدر الله وكلك كلهم عتاك مجرمين مجرمين الله وكلك في قرية نهر الإمام تليلا على واقع جرائمهم هؤلاء الطغات هؤلاء المفسدين والمستكبرين وخاصة قادة في الحجر الشعبي هذا المجرم الطاغية التي اقتربها وهجر الملايين من الناس في هذه القرية على على يذنب على يذنب ها وإن لهم مجرمين هم قتل عتاة الله بدأت تكاك العتاة المجرمين وحتى القوات القمعية المجرمة هذه مثلهم مثلهم الله وكلك لا تقل عنهم أن نقترب جرائم بحق الأبرياء حتى بذور التشرين وحتى قتلت الناشطين والمتظاهرين الله بدأت تكاك هذه ماجلة هذه بدعة صدقني هذه بدعة أنا أشكرك علي من النجف وعليكم السلام ورحمة الله معنا من النجف كذلك الاتصال صبيحة تفضلي أختي صبيحة صبيحة نعم أختي يوم حصلت جريمة وعليكم السلام حصلت جريمة في ديارة أهلا وسهلا بس بس بدون تجاوز بس اسمع صبيحة بس ما يخال على كيفش على كيفش تسمعيني بس على كيفش لا نغلاط ولا نسب أنا دي أسأل السؤال اليوم ناس أبرياء انقتلوا بقرية الرشاد وبقرية نهر الإمام ذولة قتلوهم داعش أنا أعتذر من صبيحة من النجف أعتذر من صبيحة من النجف أبو حسين من الأنبار تفضل أبو حسين إحنا عندنا عندنا كارثة ما جايين ما جايين دي نضحك عندنا ناس جهداء راحة وبدياله رجاء احترام أرواح الناس والعراق في هذا المصاب أنا سماعت أنه هناك ضحك أو كذا ما أدل قاف أنا غلطان أبو حسين من الأنبار أبو حسين أين هي القوات الأمنية مما حصل اليوم في محافظة ديالة السلام وعليكم السلام رحمة الله أرحب السلام بك هناك مشكلة في الاتصال مع أبو حسين من الأنبار نستمر معكم عزيزي المشاهدين في تقديم هذه الحلقة حول ما حصل في محافظة ديالة من مجازر في قرية الرشاد وفي قرية نهر الإمام فاصل ونعودونيكم اشتركوا في القناة أهلا بكم ما من جديد ليس في الهند أو الصين أو في بلد غير إسلامي بل في العراق نعم في العراق تحرق المساجد ويقتل المسلمون على يد من يدعي بأنه من الأحزاب والميليشيات الإسلامية دعونا نتابع مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لجامع قرية الإمام في المقدادية بمحافظة ديالة بعد مهاجمته ليلة أمس من قبل عناصر الميليشيات دعونا نشاهد هذا المقطع تحرق disappear بمصادر الوصول أنطلب الله تسرق اعجب الله بحض OP اعجب الله في الضوء اعجب الله بالحال اعجب الله بحض اعجب الله أعجب الله تبعه بالله بحض بحض بالله وتر الطائفي حاضر لدى قارة الميليشيات خلونا نشوف تغريدة قيس الخزعلي خلونا نشوف تغريدة قيس الخزعلي بعد ما حصل في ديالة نشوفها مع بعض قيس الخزعلي تغريدة نعم هذه التغريدة لقيس الخزعلي اليوم تحدث فيها على مجزرة ديالة وعشار فيها إلى أنه يجب يعني ابقاء الميليشيات قال يعني وهذا لا يحصل إلا بتواجد الحشد الشعبي ومشاركته مع أخوتي في الأجزاء الأمنية الأخرى في عملية كبرى تشمل هذه المناطق يا بأموا موجودين أنتوا ومسيطرين الحشد موجود والاستخبارات موجودة والجيش موجود وقال وبتغيير القيادات العسكرية والأمنية المتقاعسة التي أسماها التي صلتتها الإرادات والصفقات السياسية على الأمن وحياة أهل ديالة يقول حذاري من محاولة ثارة الفتنة الطائفية التي يتمناها لنا أعداء العراق سبحان الله يعني هم مسيطرين على ديالة وغير ديالة ويقول لك تعال النوب ردنا نسوي عملية ماشي سوي عملية يا أخي سوي عملية عسكرية سوي عملية أمنية هو أنتوا عفتوا العراق ويوميا أنتوا بسوين عملية أمنية وعسكرية وبالنتيجة تقتلون بالمدنيين النتيجة قتل المدنيين ناخذ تغريلة أبو علي العسكري الناطق باسم ميليشيا حزب الله ناخذها أبو علي العسكري قال قال في يقول بأن أن إرادة دول الشر بعثت برسالته الجبان إلى شعبنا الأبي عبر إدارتها أو أداتها الإجرامية بأنه ليس أمامكم غير الرضوخ وهو تستدعي أن يأخذ الحشد دوره في طرد الأشرار وإخماد الفتنة بعيدا عن قيادة العمليات المشتركة شوف يعني يريد يلغي دور العمليات المشتركة والجيش 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 التي تم اختراقها من قبل عصابات الكاظم صوته كثير يعني صاير يعني أنت من تقرح هذه التغريدات وهذه التصريحات يعني شوف بأنه وهناك من يريد وهو كذلك أبو علي العسكري قال بأنه يجب إعادة تجربة جرفة الصخر مرة أخرى وهذا اللي دي يصير يعني قرية أهالي قرية الإمام قبل قليل عجلات من الجيش قالوا بأن عجلات من الجيش قامت بإخلاء هذه القرية والميثاق وأطراف الهواشة في ديالة من السكان بحجة حمايتهم من هجمات الميليشيات هل واجب الجيش يحمل مواطن ببيته لو يودي شين هو هيئة النقل والمواصلات حتى يوصل للناس ويفرغ المناطق من أهلها إحنا بـ 2021 داخلنا على 2022 وبعدهم الجماعة يفرغون مناطق ويسوون يلعبون على الوتر الطائفي ما على سر معنا اتصال أبو عمر من بغداد أبو عمر كيف ترى ما حصل اليوم من مجازر في محافظة ديالة حياك الله أستاذ عمر وحيا الله قناة الرافدين البطلة أهلا وسهلا بك أهلا بك وتحياتي لأستاذ المشاهدين الكرام ونعزي أنفسنا بهذا المصاب التي قامتهم قامت أحدى جميع الحج الطائفي بأهالينا بديالة والرحمة وجميع الرحمة لشهداء الذين قبلتهم أحزاب السلطة والخزي والعار ولمن قتلهم داعش نحن حتى تكون بالصورة أبو عمر ترى نعم داعش هجوا على الرشاد وقتل الناس أستاذ بالنسبة هذه هذه بحسب ما قال والميليشيات هجمت على قرية نهر الإمام هنا أنا مدنيا راحوا بيها وهنا أنا مدنيا راحوا بيها أستاذ عمر بالنسبة إذيالة يعني كل الإراقين وكل الإراقين واصلين بالمناطق اللي يمسيطر عليها القوات الحجد والقوات الأمنية هي منصوبة الكاميرات يعني من بغداد وديالة ولا توصل إلى خالقين يعني كل هاي المناطق يعني محافظة شايلين الحواجز قبل كم يوم وشايلين الكاميرات بحسب ما ذكرهم مركز العراق لتنثيق جرامي الحرب شيء أكيد أستاذ عمر شيء أكيد أستاذ من هاي وين هي القوات الأمنية أستاذ قوات الأمنية دورها لا شيء لا 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 شيء بأن الحجد الطائفي هم المسيطرين على القوات الأمنية والقوات الأمنية بها قادة عسكريين ينتمون إلى هذه العامل ومجاميع سلطة الأعزاب بس حتى لا أبو أبو عمر حتى نكون يعني منصفين وواقعين يعني حتى من عمم هناك ميليشيات طائفية نعم ولكن التعميم غلط أستاذ صح أكو بعض البعض إحنا نقول مو يقول يعني من عمم هناك ميليشيات نعم أما التعميم فغلط في كل حالة التعميم غلط نعم نعم البعض من عندهم متواطن مع هذه القوات الأمنية قوات الحشد لأن المجازر اللي قادة صير يعني سواء البديالة سواء الفرحاتية منطقة ذكرية صارت والمجازر اللي صارت بساحة التحرير واللي بالسنك وكل هاي المجازر اللي ده أصير يعني إذن الهدف منها شنو الهدف منها الهدف منها بيعشر ثواني الهدف منها بأنه يحاولون يوصلون الفكرة للعراقيين بأنه لو لا الحشد اللي قوة اللي عدة والانتخابات اللي بعد مكسرة خشومهم بالانتخابات الأخيرة ورفضهم وتقاطع الشعب العراقي من ضمن هذه سلطة الأحزاب يحاولون أنه يبينون صورة لهم فصورة جيدة لو لا هم أنه العراقي يهلس لو لا الحشد العراق متدمر فيحاولون أشكرك نعم أشكرك أبو عمر بن بغضاد كان معنا معنا محمد بن موصل محمد دقيقة أين القوات الحكومية من ما حصل في ديانة السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عمر معك عمر معك تفضل ياهل بيك أستاذ محمد الحكومة لا معنا دور ما دويش لا شرفة الدور يعني أنت بوك كالجالة كالنينوة كالمحافظات صلاح الدين كالسلام بوص كالتابة المحافظات بها الحشود هي السيطرة على الأجزة الأمنية جالس الأمن من قائل شرطة ولا غير قائل شرطة فهم ليجبونه من سبع أحزاب يعني الشرطي ما لدور الجندي ما لدور الدور كله الميليشيات نعم يعني كيف فاتت مضرعات مين هم درعات مدرعات سوت على قرية أفضل ونساء مين جتها لدرعات من القمر الصناعي نزلت الضيارات نزلت وين الفيطرات وين الفيطرات لا لدور لا لجيش ولا شرطات يخذ حل لك أميرات يستهلت حتى يقتلون النساء يقتلون الأفضل وين خسرهم وبالانتخابات انتظر ما ظل عدنهم أي دور أي دور نعم أنا أشكرك محمد بن الموصل محمد بن الحوجة دقيقة عدنا أقل من دقيقة فضل محمد عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا مسألهم بك سيد عمر عدن ملاحظة فيه أنا داوم بقوة الجيش العراقي أفضل أداوم قاطع سرقلان وين أفكاد أنا داوم بفرق 14 قاطع سرقلان أي نعم بارك الله أداوم بالقاطع من هنا بيش مرقع ومن هنا قوات الجيش العراقي ماشي الساد نعم الدوائج في رنبا نصد الجبل فيها الطيارات ترمي أتشيل أحب مجرد بس ندحج مم نعم 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 أم بحب غزا بحب غزا زيان ماشي هس هم اجوا اجوا القرية الرشاد تندلها قرية الرشاد بالمقدادية ما عندها رشاد والله ما عندها يعني ما معقولة اجوا فاتوا القرية ها مو بصحراء هذه القرية ولا على الحدود فاتوا وكتلوا ناس وطلعوا ولا واحد بهم يلزم وبعدين الميليشيات تروح على قرية أخرى تكتل الناس بها هان حلت القضية على أساس بس قل لي وين القوات الأمنية هنا في هذه اللحظة في هذه المجازر اللي راحوا بها مدنيين شون التفسير نعم زيان معقولة ما حد يقدر يوصلهم هذا الطيران والدنيا ما حجرة فيهم انت عنده في أمر بتاع بتاع انت عنده في أمر ما نكشغلة بيهم منكشغلة بيهم وانت التحاصل قائد فرقة ما حصل عليه من الحزاب مثلا ما يتحرك قائد فرقة منفصل ويمكتب علي غار شي ويمكتب علي متواضع ويمكتب علي كل شي ها يعني فيهم حتى يستمر نزيف دماء العراق انا اشكرك اشكرك اخي محمد من الحويجة كان معنا واعتذر لأن وقت البرنامج انتهى وصلنا الى نهاية هذه الحلقة نسأل الله ان يسلم العراق والعراقيين من الفتن وان يرحم الشهداء الذين سقطوا في قرية الرشاد وفي قرية نهر الامام وجميع شهداء العراق شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله أعزائي المشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة